نروح لموضوع تاني وكنا من حوالي أسبوعين كان لنا فقرة وكان مشرفنا فيها دكتور عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الدرائب وكنا بنتكلم برضو حتكلم على التحاول الرقمي وما يكنت المنظومة الضريبية الجديدة وازاي ان المنظومة دي هتقدر انها يعني تسهل كتير من الأمور والروتين والبيروقراطية وكمان تحارب قصة التهرب الضريبي وانها تدخل اقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي النهار ده بقى الدكتور محمد معيت وزير المالية اطلق الحملة الوطنية لبناء الوعي الضريبي بين المواطنين الحملة دي الهدف منها رفع كفاءة المنظومة الضريبية مكافحة التهارب الضريبي تحصيل حق الدولة لصالح الاقتصاد القومي وبالتالي تعظيم الإرادات العامة وسد عجز الموازنة وخفض حجم الدين العام تاني بنأكد وبنقول اه لما تتكلم على ضريبة وهتدفع ضرائب بتبقى كلمة ايه لا ما فيش حد يقولك انا احبها ادفع ضرائب ليه لكن انت بتتكلم على ان الضريبة دي غير انها حق للدولة وواجب عليك فهي هترجع لك تاني بترجع ان الضريبة دي من اهم مصادر الدخل بتاع الموازنة العامة للدولة فالوفر اللي بيحصل كل ما الحصيلة الضربية بتزيد كله بيبقى ان عندك وفرة وعندك ملاقة مالية اكتر كدولة انك تصرف بقى على صحة على تعليم على اي خدمة مقدمة للمواطنين فبشكل عام تقدر انك تحسن مستوى المعيشة فانك تتهرب ضريبية ويبقى فيه بقى وسائل للتحايل الموضوع ده الوزارة بدء انها شغالة عليه وبقوة علشان تتعامل مع القصة دي وتقفل اي باب للتجاوزات او للفساد موسيقى